في تطور جديد حول أحد أكثر التشكيلات الجيولوجية إثارة للجدل على كوكب المريخ كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن صور حديثة لما يعرف بالوجه على المريخ هذا التشكيل الصخري الذي أثار منذ اكتشافه عام 1976 الكثير من التكهونات أثبت الآن أنه مجرد تل متآكل بفعل عوامل التعرية كانت مركبة فيكينغ واحد قد التقطت أول صورة لهذا التكوين والذي بدأ في البداية كوجه إنساني منحوط في صخور المريخ هذه الصورة الأولية أطلقت العنان لتكهنات حول احتمال نحت الوجه من قبل كائنات فضائية ومع ذلك فإن التقدم في تقنيات التصوير الفضائي أدى لاحقا إلى الكشف عن الطبيعة الحقيقية لتلك الصخرة المثيرة للجدل قام فريق كاميرا التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة هي RIS في جامعة أريزونا بالتقاط صور جديدة للتكوين الصورة الجديدة هي مزيج من صورتين تم التقاطهما في أكتوبر ونوفمبر الماضيين وتتميز بأنها ثلاثية الأبعاد مما يتيح رؤية أوضح لتضاريس المنطقة عند مشاهدتها بنظارات ثلاثية الأبعاد خاصة الصورة الأصلية التي التقطتها فيكينغ واحد احتوت على نقاط سوداء كانت في الواقع أخطاء في البيانات أثناء إرسال الصورة إلى الأرض هذه الأخطاء إلى جانب الظلال الطبيعية ساهمت في خلق وهم الوجه البشري في عام 2001 التقطت مركبة مارس جلوبال سيرفيور صورا أكثر دقة أظهرت بوضوح أن التكوين ليس سوى تل صخري عادي يفسر العلماء ظاهرة رؤية الناس لأشكال مألوفة في تضاريس المريخ بظاهرة تعرف باسم باريدوليا وهي ميل الدماغ البشري لرؤية أنماط مألوفة في الأشكال العشوائية وعلى الرغم من أن صور المريخ أصبحت أكثر تفصيلا وأقل غموضا عبر العقود فإنها لتزال تلهم خيال البشر وتثير فضولهم العلمي ورغم عدم وجود دليل حتى الآن على حياة على المريخ يواصل العلماء البحث عن علامات محتملة لحياة مايكروبية قديمة تبقى هذه الاكتشافات جزءا من رحلة الفضاء المستمرة لفهم عالمنا والكواكب المحيطة به بشكل أفضل